أطلقت وزارة التربية والتعليم الإطار الوطني لتصنيف مؤسسات التعليم العالي وسيتم بموجب النظام الجديد تصنيف مؤسسات التعليم العالي في الدولة والمرخصة من قبل الوزارة بناء على معايير واضحة وشفافة حيث تم تقسيم مؤسسات التعليم العالي المرخصة من وزارة التربية والتعليم إلى فئتين تشمل الأولى مؤسسات التعليم العالي البحثية وتضم الجامعات التي توفر برامج الدراسات العليا إضافة إلى برامج البكالوريوس بينما تشمل الفئة الثانية مؤسسات التعليم العالي غير البحثية وتشمل الجامعات التي تقدم برامج البكالوريوس والدبلوم فقط فيما لم يتم تضمين مؤسسات التعليم العالي التي لم يمضي على تأسيسها أكثر من خمس سنوات وفقا للنظام الجديد وتم تصنيف مؤسسات التعليم العالي ضمن أربع مجموعات تم تحديدها من خلال مستهدفات مؤشرات الأداء التي تندرج تحت محاور التقييم وبناء على نتائج التقييم لمؤسسات التعليم العالي البحثية صنفت كل من الجامعة الأمريكية في الشارقة وجامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة خليفة وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية وجامعة نيويورك أبوظبي ضمن المجموعة الأولى